السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نشرح عن السيكبار السيكبار هو عبارة عن فالشيء نري للمستخدم انه نحن جاي نحمل شيئا عسيه مثلا نشغل صوت نري كم نسبة الصوت المشتغلة نري انه نحن جاي نحمل لودينج الى شيء اخر معين فنحتاج ان نستخدمه كثيرا في تطبيقاتنا وسوف نراه في الدرس القادم كيف نستخدمه في مشغل صوتي اذا السيكبار احتاجه على ثلاث امور الامر الاول هو initial value القيمة الاولية التي يصل لها وهذه يسمونها البروغرس يعني القيمة الحالية current value اذا انا لما اريد عدادي يحتوي على 10 درجات فاقول للمكسي 10 الان اوكي المكسي 10 لو قلت للمكسي 5 فالمفروض يقف في المنتصف قلت للمكسي 7 يقف هنا فان افضل طريقة لي انه عسيه مثال الان يكون عداد يعدل 10 فاقول للمكسي 10 وثم كون تايمر اخلي هذي تزداد تلقائيا من 1 للعشرة اوكي نعمل الى واضحة لنبدأ بالعمل فحتى ابدأ بالعمل ابحث عن seek bar الذي هو هذا وادرجه هنا هذه الهلا وورد احولها الى start اذا لديه start و seek bar اذا seek bar حتى اتعامل معه دعني فقط اذهب الى coding وابدأ بالعمل فمن هنا الهنا دعني فقط اوسع العملية حتى اراها بعين اكبر اوكي فهذه البوتون الاعتيادية الخاصة دينا فقط بقط seek bar فالseek bar ايضا اعرفها مثل البوتون فقط هنا اعرفها فقط احول الى seek bar seek bar هذه واسمها ايش اسميها ايضا هي seek bar من هنا وايضا من هنا اسميها seek bar اكيد هنا تحتاج تعملها save حتى تستطيع ان تصلها هي هي seek bar one اعملها save اعود باقي هنا اعطي هذا الاسم seek bar one اتأكد انه اسميها seek bar one واتأكد انه احولها الى public هنا يعني بدلت هذا اضعها الى public ليش حتى اصل لها من اكثر من مكان اوكي لدي seek bar seek bar انا اريدها يعد للعشرة فايش اقول له اول شي اقول له seek bar dot max يعني اعلى قيمة ممكن يصل لها عشرة اوكي يساوي انه عشرة فهي هي seek bar انا اريدها عشرة حسب ما انت تريدها كم تريدها اقصى قيمة اقصى قيمة عشرة الان اريدها تزداد تلقائيا فحتى تزداد تلقائيا احتاج تايمر حتى سهل عملي فنحن شرحنا قبل تايمر يا بعد عمي لو جينا هنا نزلنا بحثنا عن شي اسمه تايمر شرحنا درس عن التايمر فاكود التايمر ببسيط ما في كثير من التفاصيل مجرد تعرف تايمر ثم تعمل لانيشيلايز ومن هذه الحركات اذا ناخذ التعريف السطر الاول واظعه في العلاء شرحنا التايمر راح نقابل اتمنى انت كونت تعرفه انيشيلايز هنا اعمل لانيشيلايز فادعني التايمر منينعمل لانيشيلايز دعني اعمل لانيشيلايز من هنا و stret اخذ هذا الزر التشغيل اجعله من داخل البتوناء شغل التايمر وكذا التايمر سوف يستدعي ميثود فدعني خلي هي هاي الميثود نفسها أخذها وعود باقي وحضحها هنا الميثود أين هي الميثود أتأكد أنه أنا خارج هذه أضعها الميثود أضعها هنا الميثود الخاصة بما بهذا الكود بها كود جديد اللي هو العداد التايمر التايمر.value فأنا حتى أسهل عملي وحتى أكون في الوضع السليم وكون عداد فقط أقول لكاونت أوكي أنتجة كاونت يساوينا صفر هذا فقط حتى نتبع الستاندار فالسيك بار إيش الآن؟ الآن أوكي حددنا الماكس هي عشرة. الآن نحدد إيش القيمة الحالية اللي هي بروغرس. فإيش زي منها دوت؟ بروغرس بروغرس هذي يساوينا إيش يساوينا الكاونت. فرح أول شي تبدأ صفر ثم نجعل إيش كاونت بلاس بلاس. ثم مرة ثانية واحد. 200.3.4.5.6.7.8.9. فأتأكد أنه إيش أوكي إذا كان الكاونت أكبر من عشرة أوقف التايمر فما لا داعي أنه يعد زايد يعني خلص كاونت يساوينا إيش أو تايمر يساوينا stop أو تايمر دوت stop اللي هي هذا اللي هو تي دوت stop فأوقف يعني مجرد توضيح حتى فهمك يا ذاكت ما فهمت أنا في البداية عملت إنيشياليز للسيك بار قلت لأ أعلى قيمة ممكن يصالها عشرة ثم هذا التايمر اللي حدد تكل ثلاثة آلاف ملي ثانية يشتغل سوف يعد واحد نية ثلاثة أربعة خمسة ستسوعة ثمانية يصلي العشرة يصلي أعلى قيمة للمكس خلص انتهينا وقفت التايمر ما لا داعي يشتغل بعد التايمر الآن لي أنفذ وارا نتاج الآن بدأ بالأحمل أوكي الآن لو جد ضغط start مفروض يبدأ بالعمل تلقائيا العداد مفروض لماذا لا يعمل أوكي بدأ بالعمل أتعرف ماذا لا يعمل لأنه أنا واضع للمقدار قليل جدا يعني الثلاثة آلاف ملي ثانية المفروض أقلل حتى أرى ترى الناس كيف يجرع عملية التحميل يعني أقلل الثلاثة آلاف ملي ثانية عدد كبير جعلها ألف فيكون أسرع بالنسبة للتحميل أوكي أتمنى أن أكون فهمت وصبحت الدرس واضح عندك وصبحت السيك بار أيضا واضحة يتنتقل في الدرس القادم يتكون مشغل صوتي وتستخدم هذه السيك بار في تتبع نسبة الصوت التي تم تحميلها من الفيديو ننتقل في الدرس القادم وفي مشغل صوتي جميل شكرا لكم